يا مسائل فل على احلى متابعين يا مسائل جمال شايفين الجمال بقى اللي معايا ده معايا النهاردة طبق روبيان عاملاه فيه عاملاه في البرطمون مش بس اللحم والفراخ اللي هنعملها في البرطمون لأ وكمان عملت لكم النهاردة الروبيان وطلع معايا بالحلاوة والجمال اللي انتو شايفينه ده تعالي معايا كده اشوفوا الفيديو بس الاول حتيلي لايك واذا مش مش تركه في القناة اشتركي في القناة فعلي الجرس علشان يوصلت مني كل جديد اول حاجة عملتها ان انا بتديت اجهز الحاجة اللي هنستعملها النهاردة في اتلتي طاجين وربيان بس احنا مش هنعمله في الطاجين لا احنا هنعمله في البرطمون زي ما شخصتوا معايا هنعمل طاجين بالزبدة والليمون حدرت معايا النهاردة حبيتين كده من البطاطس علشان اقطعهم المكعبات معايا فلفل الوان معايا بصلة معايا ليمون وماايا كمان بقدونس معايا كيلو من الربيان متنظف ومخصول كويس زيم هو واضح شايلة منه الرملة اللي بتبقى فيه وكمان شايلة القشرة انا بخير ما بحبش اروبيا نعمله بقشرة خالص ما بقدرش او من بشوفه بقشرة كده ما بقدر شكله هقشر البطاطسا الطعم وكعبات وهقشر البصل وكمان هقشر الفلفل وهقطع البقدونس وبهز كل حاجة دلوقتي واحنا مع بعض هاخد كل ده عندي كده بفولة وحطوه مع بعض عشان نقلبه مع بعض بالتدبيل اللي انا بجهة زيها انا معي هنا البصل قطعته حلقات ومعايا كمان الفلفل والبطاطس قطعتها مقعبات زي ما شاهدون تده اهم حاجة عمدي هنا بقى التدبيلة التدبيلة هنا اللي هتديني طعم اه بالنسبة للبهرات اللي معايا انا معايا معلقة كبيرة من الرحان الرحان مع الزبدة مش عايزة اقول لك هتديكي طعم حلو جدا جدا اه معايا كمان معلقة كبيرة من البابريكا معايا شوية كده من السماء علشان البصل اه كمان اه معايا شوية اه قصبرة اه ارفة بس مش كتير معايا فلفل اسود كل ده على الحاجة اللي عندي هنا مع الزبدة بقى والليمون هيديني طعم حلو جدا هحط عليهم كمان الربيان هنضيف عليهم البقدون فقط عليهم البقدون نسبة الوقت ايه تقطيع على شوية كده للبقدونس مش هتفرض فورش طيبة من الملح بس مش كبيرة علشان انا عندي هنا ليمون وكمان الربيان انا اعافت ملح وليمون وخلح فهو مش يحتاج هنا نسبة من الملح كبيرة اضيف عليهم بقى معلقتين كده من الزبدة واخر حاجة معي اربح فصص من الطوم هقطعهم كده برضو تقطيع عشوائي مش لازم صغير يعني حتى لو حططيهم السلام مفيش مش كده ابتدي قالي بقى كل ده هنبقى كويسة كده مع بعض وادعكهم مع بعض علشان الروبيان كده ياخد من التدبيلة اللي انا حطتها وكمان ياخد من الزبدة اه قبل ما ادخله ايه في البرطمان وكمان البطاطس تتنتح بكل النكهات اللي انا حطتها حابة البسي انت جوانتي بقى البسي انا بحب بصراحة ان انا اشتغل بكيدي زي ما احنا شايفين كده قالبت المكونات كلها مع بعض وكويس جدا لحد ايه ما راح اكلها ببعضها كده وكل حاجة اخدت من الحاجة الثانية دلوقتي اجيبي البرطمانات بتاعتي وابتدي ايه ان انا نعب بيها اجيب كده شريحتين من البصل حطهم هم الاول وبعدين انزل عليهم ايه ببقى المكونات بقى كلهم كده مع بعض. مش قدر اقول لك الريحة خاطرة للتوم مع الزبدة مع الريحان اه مع البابريكة كمان يعني كل المكونات في بعضها كده اه اهم حاجة بصراحة هنا التدبيلة اه خلي التدبيلة تعتب كويسة وفيها كل النكهات المطلوبة لكل اكلة وكل اكلة بتختلف عن التانية اه الروبيان بيحب التوم والزبدة وبحب الناعة والريحان حاجة كده تدي له نكهة حلوة ودي له تيست حلو كده وغريب اه غير اي تدبيلة تاني غير الفراخ واللحوم يعني اضغطه كده علشان احط بعض الكنبيان اللي عندي هو لا هيزيد ولا اي حاجة خالص يعني هو مش نشويات دلوقتي بانا هاغطي البرطمالات بتاعتي كده قبل ما ادخلها الفراخ وزي كل مرة حبايبي في الاول خلص اخط عليه ورق الفرن ده ومن بعد ده ورق الفرن طبعا اول مرة ان احنا نعمل بكل برطمال بعدها نعملنا لبقارونة البرطمال وعملنا كمان اضغط البرطمال والكفتة من القطر مع جابنا وتعم مصطحل انتلح حلو ويستاهل جربنا فيه اكتر من اكلة واتمنى ان انتوا تجربوا كمان الجنباري هيعجبكم جدا زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي احنا ندخله الفرن وبعدين هصورهلكم كمان هو في الفرن زي ما احنا شايفين كده البرطمالات لسه في الفرن بتكمل السيوة بتاعها زي ما احنا عارفين اصلا الروبيان ما بياخدش سيوة خالص انا قلت الكلام ده كتير في الوصفات اللي انا عملتها لالروبيان قبل كده انا منتظر بس البطاطس تكون استاوت يعني يكمل معي بس نص ساعة في الفرن وهطلع على كل من الفرن ونقدمه معا وقت عملنا النهار بطاجن الروبيان بالليمون والزدة والرحان بس ما عملناهوش في الطاجن عملناه في البرطمال زي ما انتو شايفين كده شايفين بقى الحلاوة والجمال شايفين السلس اللي نازل منه خطيرة 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 الريحة الريحة تحفة تحفة يعني انا ما محبش اقول كلمة تحفة دي على الاكل بس الجدل الريحة حلوة جدا خطيرة 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 بجدل في مفضل كمان البرطمان كامل يا حلوة يا جماله ايه رأيكم بقى خطير خطير يعني من شكله كده روعة ما شاء الله ومال بقى لو دقت طعمه ولو شميتوا الريحة اللي انا شمعها شايفين النصوص اللي نازل منه ده ده اللي اخطر كمان ده اللي طعمه حلو جدا وكمان مقعبات البطاطس دي طعمها حلو جدا عملت معاكم النهار ده ايروبيان في البرطمال زي ما انتو شايفين كده انا بحب الاكلة اللي انا بعملها هي اللي تتكلم عن نفسها زي ما انتو شايفين كده ايه شي اكا وايه اللي جمال وايه اللزازة دي دير الريحة تعالوا هنا بقى هنزينه كده بشريح الليمون يا جمال وايه يا جمال الالوان اللي فيه يا جمال الالوان اللي فيه وكمان هنحط له شوية كده من البقدونس اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وزي مش مشتركة عندي اشتركة عندي وفعالي الجرس علشان ما صارت مني كل جديد ونتقابل في فيديو احلى واحلى من مطبخرة النوشي اشتركوا في القناة